في حظ معاك هي قوس الناس اللي حاسة ان هي مفتقدة للحظ الفترة اللي فاتت وان الدنيا عندها وقفة وما بتتحركش زي ما قولنا كل حاجة بتتغير اللي حظه كان ماشي هيوقف شوية واللي حظه واقف هيبتدي يمشي القوس واضح ان هو المرحلة اللي فاتت كان الحظ معايا واقف بس دلوقتي هيبتدي يمشي عجلة هتدور وهيحس القوس بالانحراف ده هيحس ان الدنيا هتبتدي تحوت به لحاجة احسن العقابات هتبتدي تقل المشاكل هتبتدي تقل هتدي يكون انجح في حاجات ان شاء الله الحاجات اللي هو داخل عليها في حيرة محتار خايف ياخد قرار وتوابعه مش شاير هي ايه واعتقد القرار ده يخص حاجة غير بقى العلاقة السلسية دي ان هو يحسنها ده موضوع تاني لا القرار ده يخص المادة اما ان هو يخل يبيع يشتري يدخل انبسمند ده ولا ما يدخلوش ايه اللي يعمله بالضبط هو محتار الكارت ده النصيحة اللي بيقدمها لك يا قوس خد وقتك في التفكير ويجمع المعلومات اجمع معلوماتك عن الحاجة اللي انت داخلها على قد ما تقدر عشان تتفادر اخضر فيه هنا عودة لصديق قديم او حبيب قديم او حد قريب يعني حد عزيز على قلبك جدا جدا هيرجع وهيقدم لك شيء ممكن هيكون هيقدم لك نصيحة افتكر انه هيقدم لك نصيحة تجاه الموضوع ده الشخص ده نيته ليك خير وفعلا عايز يساعدك يعني حاول تسمع لي اه 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 انا معرفش القوس ما افتكرش ان هو من الابراج القيادية بس هو الايام دي واخد قيادة الكارتين دول بيدولوا على القيادة هنا انت المتحكم في مسارك هنا انت قائد انت اللي اه بتفكر لنفسك اهو بتفكر لنفسك مع نفسك تماما وانت اللي هنا بتقرر كمان لنفسك تفكر وبتقرر لنفسك القطة اللي هنا دي افتكر دي حاجة موقفة الحركة بتاعتك دي شخص موقف حركتك ممكن يكون حد قريب منك مثلا ام اخت حد قريب منك بيقولك لأ حاسب لأ ملاش لا اوقف استنى فهمين قصدي هو قلبه عليك هو بيحميك هو فكر ان هو بيحميك اسمع له طبعا وخد برأيه اكيد بس هو موقف الحركة بتاعتك بس برضو لابد تسمع له انه شخص قريب منك جدا وفعلا قلبه عليك يقوص اسمع له هلخص القراية هنا فيها علاقة ثلاثية وللأسف يعني المعنى التاني للكرت ملوش مكان في وسط القراءة دي هو ملهاش اللي كبير سوري يعني معتقدش ان هو احتفال لا ده مش احتفال دي علاقة سلسائية في هروب من الحالة دي بتحاول تهرب ان انت متواجهاش وبتهرب تفكر لوحدك قاعد لوحدك وعمال بتفكر بس هتمسك زمام الامور قريب جدا 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 عندك عجل تحظها الدور والدنيا هتبدي تتغير معاك والحظة هيكون في اتجاهك وفي صالحك في معافاة من حاجة كنت بتعاني منها ممكن يكون الحيرة بتاعت القرار ده والقلم النفسي اللي بيسببه موضوع علاقة السلسية ده وممكن يكون حاجة تانية ممكن يكون انت بتعاني من مشكلة صحية مشكلة نفسية اي حاجة من الحاجات دي ان شاء الله بتتعافى منها تماما يقص في حيرة لحاجة تخص المال جمع معلومات اوكي وفي صديق قديم او قريب ليك حد قريب بقالك فترة مشوفتوش هيجي ويقدملك نصيحة بالنسبة للموضوع ده يريد تسمعني ده ملخص القراءة القراءة حلوة مفيهاش مشكلة هي بس موضوع علاقة السلسية ده ويعني واضح ان انت في الموضوع ده غزبة عنك مش بمزاجك يعني مش حاجة وحشة منك مش خيانة يعني بس انا حاسة الطاقة ووصلالي انه حاجة اتفرضت عليك تفهمين قصدي؟ مش عيب يعني نعترف بالخطأ او نحاول نصلكه يعني العقرب حاضر يا قلمة قريب اوي حبيبتي هقوله يا لودا مرسية روحي تسلميني بلا بطيخة مرسية ام الحياة امري الحياة حاضر حاضر عقرب مرسية ا متغراته او من الشريف ابتسام انا حسيتها من طرف القوس لان القوس بيهرب و اللي بيهرب بيهرب لان هو حسنه عامل حالة غلط ايه بتعبان مرخيانة يعني ممكن جدا موضوع دا انا قلته ممكن يكون حساس بتأنيف ضمير من الحالة اللي هو فيها كلم صح عن زوجي. اوكي يا هيام كويس. اوكي. يعني ايه علاقة ثلاثية النجوة? يعني علاقة فيها تلات اطراف. يعني فيه شخص فيه في حياته اتنين. اسمها علاقة ثلاثية. ان شاء الله يا نورك اسلاميلي انتي يا حبيبتي. ايه? اناس عمران. انا مش فهمة بتقول ايه? فادوة حبيبتي انتي ممكن تدخلي على جوجل. اكتبي اللي انتي بتقولي ده. نسبة التوافق. جوجل هيقولك هي ايه? احنا هنا بنشوف الطاقة ما بين البرج والشريك بتاعه. انتي قصدي الله يرضى عليكي. محد يسألني السؤال ده. بجد محدش يسألني سؤال ده. ده سؤال هتلاقي وجدته على جوجل والله. مقالات كتير قوي كانت باب موضع ده. نسبة التوافق والحاجات دي. يا سانتو انا اللي بحبك قوي. I love you too. الله يحفزك بشكرك يا نجاتة التوريكي بشكرك حبيبتي. الوتي كله صحي. مرسي اميرة قوي. بشكرك. كأنا ولا ممكن شخص تالت بيدخل بيني الاثنين. لا يا سلمة. انا مش شخص تالت بيدخل بيني الاثنين. لا. في علاقة. او قلتلك مش حسن تكون علاقة كاملة. ممكن يكون حتى تفكير في شخص تاني. يا رب يا كريم. وعليكم السلام يا كادا اهلا. او قلتلك يا دين. مش لازم تكون علاقة كاملة. خالص. كلمة كولو عن الدلو كان صح. مرسي يا جهان. او الدلو كان كتراءة وفظيعة. انا بيدي ممكن برج العقرب. قريب جدا يا فلاور توليب. هي توليب مفروض. قوية ولا مصر. دواية كتير. بشكرك يا مازن. ان شاء الله يارب بتكون بفايدة وتستفيد منها. دي اهم حالة. ما بيش حظ معايا خالص. ليه يا لولا. ما احنا بنقول القوس اهو والقوس ان شاء الله الحظ حيبتدي يبتسم له شوية. محمد لو عايز قراءة خاصة. فليس ايه بعت للصفحة. ونقولك تعمل ايه. كيف نتوصل معاك خاص. ابتسمة بعت رسالة عالصفحة ورد عليك يا حبيبتي. انا بعتزل الناس على المسجات فبقى لي فترة مش بقراء المسجات. بس هركز اكتر الايام دي. تعالوا نشوف الحالة العطفية بتاعتو بقى. صح صح مرسي يا رانيا. كلو ايتي صح. تحية ليتي بشكرك جدا يا محمود. بشكرك جدا. تعالوا نشوف حالته العطفية ايه بقى بمناسبة العلاقة السلسية دي. بس هتبقى علاقت وبقى بأنهي شريك. مولف علاقة سلسية ده يعني محير. انا بركت. محير صراحة. اشتركوا في القناة طيب القوس عايز ايه؟ القوس في المرحلة دي عايز يبعد عايز يمشي اوكي عايز يمشي او برضو انا يعني الكارت دا معناه فراء وكل قارق بيشوف الكارت زي ما اتطاقة واصلاله انا التقطقط ما توصليش ان هو انفصال نهائي انا بتوصلي ان هو مجرد بعد يبعده شوي بحس ان كل واحد يفكر ويشوفه وعايز يعمل ايه؟ القوس عايز يبعد شوي اوكي؟ لان عنده الموج طالع نازل طالع نازل الدنيا عنده مش مستقر لا مزاجه مستقر ولا افكاره منتظمة يعني عنده شوية لخبطه نفسه في حالة استقرار يمكن يكون الاحداث عنده سريعة شوية فهو مش عارف يتأقلم عليها انا مش عارفة ايه الوضع لكن هو مش في حالة مستقر عقفية يومي كويس؟ القوس شايف شريكه ازاي؟ شايفه طاقة خير طاقة وخير من ربنا خير ربنا بعده انا الايد دي بشوف ان هي رسالة حاجة من ربنا حاجة ما بعوتها من ربنا وعصى فيها خضار ده بالنسبة لي خير يعني القوس شايف شريكه ان هو بيمده طاقة الخير الطاقة ما بينهم دلوقتي القوس وشريكه فيها خسارة حاسين بخسارة اللي اتنين ده حاسس انه خسر وده حاسس انه هو خسر ليه طيب؟ طالما حاسين بالخسارة معناها انه انتو شخصيات يعني شخصيات غليين على بعض طالما حاسيته بالخسارة الشريك عايز ايه؟ الشريك عايز يشتغل على العلاقة تاني ما فقدش الامل مش عايز يبعد عايز يشتغل عليها تاني وعايز يقدم لشريكه مشاعر يعني عايز يقدم له ده ال Page of Cups عنده لسه جواه مشاعر لسه ما طلعهاش لشريكه عايز يوري له مشاعر اكتر وشايفه ازاي؟ شايفه اساسه كويس يعني شريك القوس شايفه انه اساسه كويس بس هو محتاج شوية شغل عايز شوية تصبيت لكن هو في الاساس شخص كويس فيه بخل حالة بخل في المشاعر ما كله ماسك على مشاعره بسيطر عليها شهر اللي بعدك زي ما تقول فيه بقى تكبر متكبرين على بعض وزي ما تقوله كل واحد انا عملتلك انا سوتلك انت مقدرتش انت مقدرتش انت معملتش لكن الشهر الثالث هيحصل حاجه فيه عملية ترويد لحد افتكر ان المتمرد دلوقتي هو القوس بما ان القوس اللي عايز يبعد هو اللي عايز يبعد فافتكر ان المتمرد واللي عنده حالة شراسة شوية كده هو القوس هو اللي بيقزي العلاقة دلوقتي فحيبتدي شريكه يروده وحيروده بالراحة حيحاول يفهم هو عايز ايه هيحاول يقرب وجهات النظر ويبتدي يشتغل على علاقة زي ما هو عايز هيصلح بقى هيبتدي يصلح العلاقات العلاقة فيها امل كبير جدا يا جماعة لو زي ما انتم بتقولولي القراءة مظبوطة وفعلا حصلت العلاقة الثلاثية دي واضح ان الشريك كان فيه تقصير منه من ناحية شريكه في حاجة فدى له الحق انه هو يبتدي يفكر في حاجة تاني فطالما هيبتدي يصلح الغلط يبقى برافه وعاف الله عما سلف ونبتدي نصلح وترجع المياه المجريهة وكما كنت زي ما قلتكم انتم حاسين بخسارة دلوقتي حاولوا تعوض الخسارة دي بسرعة وان شاء الله العلاقة ترجع زي ما كانت اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة